كثير من الناس الذين يبحثون عن كلب أليف يختارون الكلاب الصغيرة حجما وسنا وذلك لأن الكلاب الصغيرة تكون لطيفة ودودة وأيضا تكون محبة للعب أو مرحة ولكن هناك أسباب جيدة لما يتوقف عليك التفكير في الحصول على كلب كبير بدلا من ذلك وذلك لأن عليك تعليم الكلب الصغير كيف يتصرف أو يتعامل الكلب الصغير يكون أليف أو مروض فيتوقف عليك أن تعلم الكلب الصغير أن لا يقفز على الضيوف الخاصين بك أو يعضوا في حزائك وهذه مهمة كبيرة ومن الناحية الأخرى فالكلب الكبير سوف يكون عنده علم بالفعل كيف يفعل هذه الأشياء السابقة أو السابق ذكرها وذلك لأن كثير من الكلاب الكبيرة كانت بالفعل مروضة في البيوت أو موجودة في البيت قبل ذلك قبل أن تشتريها فالكلب الكبيرة بالفعل كانت في بيت قبلك كثير من الكلاب الكبيرة لن تقفز أو تعض الأشياء التي أنت لا تريدهم أن يقفز عليها أو يعضوها الكلاب الصغيرة أيضا لديها كثير من الطاقة وتريد أن تلعب طوال الوقت الكلاب الصغيرة لن تنام دائما خلال الليل ولن تسمح لك أو تدعك تستريح أو تأخذ راحتك أثناء مشاهدة التلفاز ومن الناحية الأخرى أو من العالم نقيد ستجد أن الكلاب الكبيرة سوف تنتظرك أن تلعب معها يعني مش هتكون هيل اللي عايزة تلعب لأ هتستناك لما تتقارن أن تتلعب معها عكس الكلاب الصغيرة وأكثر من ذلك فهم سوف ينامون عندما تكون أنت نائم وسيكونوا سعداء لمشاهدة التلفاز على الكنبة بقانبك وهناك سبب أخير لما عليك أن تحصل على كلب كبير بدلا من الكلب الصغير عندما يذهب الكثير من الناس إلى مكان شراء الكلاب فهم يختارون الكلاب الصغيرة وهذا معناه أن كثير من الكلاب الكبيرة يقضي وقت طويل في مكان شراء الكلاب والبعض منهم أبدا لا يجد بيوت جيدة لهم لذلك إذا كنت تفكر في الحصول على كلب أليف لك فأنت يجب أن تفكر في الحصول على كلب كبير لأنهم كلاب أليفة جيدة تحتاج منازل جيدة أيضا نقل السؤال الأول الكاتب يعتقد أن الكلاب الصغيرة يعني تكون تكون ودودة ومحبة للعب وكثير أيضا من الأشياء بناء على الفقرة الثانية أي من الآتي يعطي أفضل مراضف لكلمة behave طبعا هي كلمة act التي معناها يتعامل أو يتصرف بناء على المعلومات المذكورة في الفقرة أي من الجمل الآتية تكون خاطئة طبعا الجابة ستكون الأخيرة أن الكلاب الكبير لا تحتاج أن تأكل كثيرا لأن الكلاب الكبير حجما أكيد تأكل أكثر العبارة التي تقول من الناحية الأخرى تستخدم لكي تفعل ماذا طبعا ديها رقم C contradict later لا دي العكس يبقى كده contrast previous information يعني تعطي معلومات عكس التي سبقت تمام؟ يعني أنت قلت معلومات تقول من الناحية الأخرى فهتجيب معلومة عكس الحاجة اللي تقلت قبل كده نقل خمسة لماذا يجب عليك أن تحصل على كلب كبير بدلا من الكلب الصغير أعطي سببين طبعا ممكن نختار إجابة زي دي بتقول puppies need to learn how to walk nicely on a leash لأن الكلاب الصغيرة تحتاج أن تتعلم كيف تمشي معك أو تسير معك بشكل لطيف وهي مربوطة بحبل طبعا لسه جديدة صغيرة فلسه هرتعلمها هرتطر أنت لسه هتعلمها ثاني حاجة adult dogs have less energy than puppies do والكلاب الكبيرة لديها ضاقة أقل من الكلاب الصغيرة فلن تحتاج أن تلعب معها طوال اليوم نقل السؤال الثاني why do you think most people prefer puppies to adult dogs لماذا تعتقد أن معظم الناس يفضلون الكلاب الصغيرة على الكلاب الكبيرة people think طبعا من غير الاس هذي بصغطة كتابية people think that puppies are cute and playful and don't always think about how much work it will take to train them وذلك لأن الناس يعتقدوا أن الكلاب الصغيرة تكون لطيفة ومحبة للعب ولا يفكروا دائما في كم العمل الذي يجب أن يعطوه لكي يدربوا هذه الكلاب سبعة الكلاب الصغيرة تسبب مشاكل إلا إذا تم تدربها أعطي دليل الدليل بيقول أن they can jump up on the guests or chew on your shoes الدليل أنهم يقفزون على الضيوف أو يعضوا في الحزاء الخاص بك والسؤال الأخير الكلاب دائما لها أسماء مثل البشر أعطي إسمين أو أذكر إسمين ممكن أن أقول أي إسمين طبعا منهم دول إسمين ممكن تريدهم مع الناس أو مع الكلاب أعطي إسمينو